مأيون بين العراق واللبنان يفضي ببيع العراق مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل إلى لبنان بالسعر العالمي تسدد كلفته من الجانب اللبناني إلى الجانب العراقي على شكل خدمات وسلع مدير شركة التسويق النفطي العراقية أكد بأن زيت الوقود الثقيل سيرسل إلى لبنان بشكل عاجل من أجل مساعدة الجانب اللبناني على مواجهة أزمة المحروقات الخانقة التي يوجهها اللبنانيون بناء على اتفاق مسبق بين حكومتي بغداد وبيروت هذا الموضوع فيه تناقض كبير ما يمر به العراق من أزمة اقتصادية عكس السلبة الحقيقة على الواقع الاقتصاد العراقي نعم الجانب الإنسانية تراعى من قبل العراق باتجاه بعض الدول لكن لا تكون على حساب المصلحة العراقية أنا أعتقد بهذه الطريقة العراق سوف يكون خاسر وقد يكون مرغم أنا برأي أمام هذه الاتفاقية لإنقاذ الشعب اللبناني العراق كان قد وافق سابقا على بيع نفطه إلى لبنان بأسعار مخفضة تصل بحسب بعض التقارير إلى أقل من السعر الطبيعي للبيع بأحد عشر ضعفا وبآلية دفع ميسرة لجانب اللبناني لكن الاتفاق جديد حول طريقة الدفع من النقد إلى السداد عن طريق خدمات واستشارات طبية وسلع مختلفة هذه الاتفاقية هي آنية لأن ما تمر به لبنان من انهيارات ومن مشاكل يحاول العراق العودة إلى الحضن العربي مثلما كثير من الدول العربية عادت إلى العراق وأصبحت علاقات وطيدة ومتبادلة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى تبادل الاستخبارات ويسعى العراق إلى إرسال النفط برا إلى لبنان عن طريق شاحنات نقل لإيصال المحروقات العراقية إلى جانب اللبناني بشكل عاجل مما يساعد في تخفيف أزمة المحروقات التي يعاني منها اللبنانيون يعتقد العراقيون بأن الاتفاقية الأخيرة بين لبنان والعراق قد تخل من أي منفعة اقتصادية للجانب العراقي إلا أن الحكومة العراقية ترى بأنها ومن خلال مثل هذه الاتفاقيات ستتمكن من توطيد علاقاتها بمحيطها العربي أكثر من الفترة السابقة مصطفى القطان قناة الغد بغداد